مرس الكورية النهاردة بعد المباراة قالك الاهلي مش محتاج طبيب نفسي في الفريق كل اللي هو محتاجه ان كل لعب يطلع افضل ما عنده واحنا عندنا الكواليتي ونحتاج بس ان احنا نرفع تركيزنا خلال الاستحواز على الكورة وانديق المساحات في الحالة الدفاعية بجانب الدقة في التمرير وهدفنا ان احنا نوصل لعيبة الاهلي لأعلى درجات التركيز وده طبعا شغل مرس الكورية مش مفروض يقوله لنا مفروض يقوله لنفسه ويقوله للعبين ده شغل المدير الفني يعني حتى لو هو شايف فيه تحفز او شايف فيه سلبات في نازل الامر فهو محتاجه يشتغل على الامر ده فورا قال كمان ان احنا سعداء باللعب على ملعب نادي الجزيرة الملعب اللي كسبنا عليه الموسم الماضي لكن ده مش معناه انه هيدينا ميزة في لقاء الزمالك لانه مش استاد الكاهرة وان احنا كان عندنا خيبة امل كبيرة بعد خسارة السوبة الافريقية خصوصا بعد مخسرنا برقلات الترجيح ومنسعى ان احنا نرد الاعتبار واللعيبة عرفة ده كويس وعايزين يساعدوا جماهيرهم ويثبتوا انهم في افضل مستوى قال كمان ان الحرارة ورطوبة كانوا مؤثرين وسببوا تعب وشد عضلي لبعض اللعيبة وقدمنا شغل كتير للتاهيل وتكلم على اصابة عمر كمان عبد الواحد قال كبير بسبب التحمات وسبب تشد عضلي للعب اشرف داري قال ان هو عنده تورم في موضع اصابته القديمة ومحتاج وقت عشان يتعافى واستبعاده النهاردة كان عشان يعني يجنبه تكرار الاصابة ويحصل مشكلة اكبر كاجراء احترازي يعني في حاجة غريبة في صفقات النادي الاهلي يعني عمر ساعي برق قيمة خالص يوسف ايمان نهاردة موجود بس ما بيشاركش خالص ياحي اعطالله بس ياحي اعطيت الله بس اللي شارك من الصفقات الجديدة واشرف داري ماشي نتفاهم فكرة انه الاصابة ممكن اللي بعدته بس حتى الاهلي بالصفقات الجديدة مش موجودة ما بتشاركش لسه كلها الراجل مش واصف لسه فيهم ومارس الكرة هو اللي مختارهم ولو مش هو اللي مختارهم عشان كما بيلعبوش دي تبقى حكاية تانية خالص بس حسن معلوماتي انه ما فيش لعب بيخش النادي الاهلي الا بقرار وموافقة مارس الكرة اشتركوا في القناة